اعتراف من شركة نسلي أنه عندها مجموعة من الأغذية لا تتوافق مع سلامة الغذاء خلونا نحن نشوف هالتقرير شركة نسلي تعطرف باستخدامها لمواد ممنوعة اعترفت شركة نسلي العملاقة في مجالي الأطعمة والمياه أنها استعملت مواد حافظة ممنوعة حيث أفادت نسلي بأنها استخدمت علاجات الأشعة فوق البنفسجية المحظورة بالإضافة إلى مرشحات الكربون للحفاظ على سلامة المياه وقالت الشركة أيضا أنها أبلغت السلطات الفرنسية باستخدامها لذلك المواد الحافظة الممنوعة بدءا من عام 2021 لكن الشركة أشارت في الوقت الذاتي إلا أن تلك المواد الحافظة المستعملة لا تؤثر على صحة الإنسان على الرغم من أنها ممنوعة على حد تعبير الشركة وأكدت نسلي أن المياه المعبئة من أصناف بيريي إبار كونتريكس الأكثر مبيعا في الأسواق الأوروبية مطابقة تماما للشروط الصحية الفرنسية الجدير بالذكر أن صحيفة الفينانشل البريطانية قد نشرت في العام الماضي تحقيقا ذكر أن أكثر من 53% من منتجات شركة نسلي السويسرية دون المستوى فيما يتعلق بالتصنيف الصحي الأمن تحياتنا من فرنس بالعربي وبعد ما شفنا هذا التقرير رح فرجيكم المصدر الأساسي لهذا الخبر هو من مسؤولين تنفيذيين ضمن شركة نسلي تقدروا تبحثوا عن هذا العنوان وتقروا المقالة بشكل كامل أحبتي أنتو بتستخدموا منتجات نسلي يجب أن تشاركونا بالتعليقات ومن الجهة الثانية تحبوا هذه النوعية من الأخبار حتى نشر لكم ياها محبتي وانطروني الفيديو القادم